السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا إخوان قررت أن أجعل هذا الفيديو لأدلي بشهادتي على الدورة التكوينية للتحليل الموجي للأخ الفاضل ويسام وفي شهادتي يجب أن نحاول أن نلخصهم في ثلث نقاط النقطة الأولى قيمة وكمية المعلومات يعني الفيديو الرابع من التحليل الموجي ونقول لكم يعني والله العظيم من الفيديو الأول للرابع شيء والله العظيم ما شاء الله من باب الاحتراف من كمية المعلومات ومن قيمة المعلومات بش تلقى فيديو فيها ربعين دقيقة يعني وبطريقة احترافية والله العظيم يعني ما شاء الله هذه واحدة ثنين راني في عام راني في عام وانا نبحث ودرت يعني على فكرة يعني راني درت تكوين مدفوح في ما دكتوبر يعني اكتوبر نوفمر الفيديو فيه ثم دقائق ولا يعني من تكتر خمسة عشر دقيقة ويحكي لك عن المؤشرات ويحكي لك والله العظيم خمسمائة باش نكون معاكم صاريخ خمسمائة اورو خمسة عشر فيديو كل فيديو فيه ثم دقائق هذه يعني الدورة التكوينية للاخ ويسان التحليل الموجي وكأني لم ارى يعني والله غير لي رؤيتي لتداول هذه ماذا ما شفتش البريس اكشن هذه راني غير في التحليل الموجي وراني يعني الله يبارك ما نقول له حنا مدريجا راني مخلوع يعني والله ما شاء الله الفيديو الرابع الفيديو الرابع فيه ساعة اقريب خمسين دقيقة يعني لما عاودتوش ثلاث خطرات ولا ربع خطرات يعني قيمة وكميات المعلومات هائلة 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 وليس بخيل في المعلومات واللطارف السمن باش تلقى سمن يا اخي دهورتين بمئتين اورو والله ما تلقها ولا حتى في الاحلام والله لو ولا في الاحلام صراحة اقولها صراحة ومن قلبي نعطيها نصيحة للاخوة العرب انا واحد من الناس محظوظ والاخوة العرب محظوظين باش يعني تلقاوا فيديو كيما بس كيتكلم غير بالعربية ناس اخرين اللي ما يفهموش العربية والله ما عندهم الحظ انتعكم ناصيحة للاخوة اللي راه بغي تعلم التداول ما تفوتش الفرصة والله اقولها من قلبي شوفها وتذكر يعني وتذكر يعني الشيء هذا انتعي بارك الله فيك يا يا اخوة ويسام والله يزيدك علما ويجعلنا احنا يعني مراك ان شاء الله يعني نستفان ويعني مش اللي عندك والله هي موسوحة وربي وفقك ونشجع الناس اللي رايباي تتعلم التداول والله تتعلموه بواحد شيء ما شفتوش يعني بالفرنسي سعيانا واقفاته بك سكونوا دانس sur le net sur les autres formation والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في درسين جديد من قناتكم قنات اللي عندنا عرف الكذب سنقوم بتحليل البيتكوين كما تعودنا يوميا لكن قبل البدد لكم الاشتراك في قناة التليجرام المجاني هذا هو الرابط وقت تضغطون عليه من صندوق الوصف لهذا الفيديو مباشرة بعد الضغط على هذا الرابط تصبح عضو في هذه القناة المجانية التي يشارك معك فيها صفقات مباشرة لشباب المشاركين في دوراتهم تدريبية أرباحهم شهاداتهم صوت وصورة وهكذا نثبت لك قوة دوراتنا تدريبية ونحن منذ سنوات ونحن نضع أرباح المشاركين في دوراتنا تدريبية نضع شهاداتهم صوت وصورة لكي تتضح لكم الصورة أكثر وتفهموا أن ما نقدمه هو مدرسة تساعدكم على احتراف التداول لا نريدكم من الخمسة وثنين بالمئة الخاسرين نريدكم من الخمسة بالمئة الرابحين وإذا أردت أن تكون من الخمسة بالمئة الرابحين هذا هو العرض الذي سيجعلك منهم لأن هذا العرض جعل الكثير من الشباب من الخمسة بالمئة الرابحين وهذا العرض فيه دورتين تحليل موجي برايس أكشل ومعبارة عن أربعة وثلاثين فيديو المسجر خمسة وعشرين ساعة من الأسرار لإحتراف أي سوق به متداولين هذه دورتين تعطيانك ثلاثين بالمئة مما تحتاج لكي تحترف التداول بقية سبعين بالمئة نحصل عليها في الثلاثة أشهر التي ستحصل عليها مع العرض ثلاثة أشهر اشتراك في قناة التحليلات اليومية في هذه القناة نحلل يوميا من الاثنين إلى الجمعة كل الأسواق فوريكس كريبتو أسهم مواد أولية وهكذا تجد نفسك يعني تأخذ نظري في الدورات وفي الفيديوهات مع الاستراتيجيات وتطبقها في قناة التحليلات اليومية معنا يوميا لذلك وفرنا لك في هذا العرض كل ما هو نظري معلومات العلم وما هو التطبيقي يعني تطبق ذلك العلم لذلك هذه القناة تعطيك السبعين بالمال لذلك هذه القناة عبارة عن دورة تدريبية تطبيقية مباشرة معي يوميا كل هذا العرض فقط بمئة وسبعة وتسعين دولار بالإضافة إلى ثلاثة أشهر الشترك في مجموعة النقاشات وفي هذه المجموعة هناك خيرة من المتدولي يجاوبونك الأسئلات يتابعون معك وشاركون معك تحليلاتهم وصفقاتهم وأكد تجد نفسك منضم إلى عائلة نحن عائلة عائلة للمعرف كثيرة بعائلة يساعدوا بعضنا البعض لكي نصل إلى الاحتراف لكي نكون من الخمسة بمعارة ربحين ونبتعد عن الخمسة وتسعين بمعارة الخاسرين إذا ظهرت أن تتعلم تطبق وتحقق الأرباح في نفس الوقت هذا هو العرض المناسب لك أخي أختي الكريمين رابط الاشتراك مثبت في تعليقات هذا الفيديو ثالث أو أول رابط عفوا تضغط علي تتواصل معي مباشرة على الخاصة الذي يجاوبك وتبدأ ريح لتك نحو الخمسة بالمئة الرابحين لا تنسوا كذلك الاشتراك في قناة العملاء الكديم مباشر باليوتيوب وصلنا إلى ستة ألف وتسعمائة وسبعين مشترك نريد أن نصل إلى عشرة ألف قبل البدء بضع فيديوهات في هذه القناة رابط الاشتراك فيها مثبت في تعليقات هذا الفيديو ثالث رابط وأخيرا وليس أخيرا أدعوكم إلى الذهاب إلى الموقع برويف تريدو دوت كوم برويف تريدو دوت كوم في هذا الموقع هناك مقالات يمكنكم قراءته أو كتب يمكنكم تحملها مجانا مثل الدلاء الساسيلي الشمال الياباني فقط اضغط على الدلاء المجانا ضع ملك الخاص وتصل لك الكتب للملك الخاص تحذير التداول من خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هذا مغزى تعليمي وتثقيفي مئة بالمئة لا نعطي إلى نص إحمالية ولا استثمارية ولا توصيات إذا ضغطت على زر الشراء والبيا فأنت المسؤول مسؤول تنتم عن قراراتك قناة العملاء في الكادب لا تتحمل أي تمسؤوله كل ما نطلب منك تراقب تقارن تشاهد وإذا أجبتك الطريقة يمكنك الانضمام لعروضنا وإلى دورتنا ماذا لدينا في البيتكوين اليوم إذا لاحظوا البيتكوين يوم أمس تحدثنا عن هذا الموج الأخير سنوحد نحن في تصحيح الآن نحن في لنقول نحن في نتاق الآن إذا ركزنا جيدا سنجدوا أننا في نتاق في حرب بين المشترين والبايعين وهذا النتاق هو هذا المنطقة بين هنا وهنا نحن في حرب الان ونحن الان اسفل النطاق ولاحظوا هذه المناطق اللحن فيها الان هي مناطق تلعبات لاحظوا يتلاعب 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 لا ندري من الذي سيتغلب لا ندري لكن هذا نطاق بالنسبة لنا في الـ Price Action هذا نطاق هذه حرب بين المشترين والبايعين في التحليل الموجي بما انه هناك وكذلك Price Action هناك الزيادة في الزخم فهذا يقول لانه البايعين اقوية اكتر من المشترين قد يعود السعر لكسر القال هذا ما يقول لنا لتحليل الموجي Price Action كذلك تحليل الموجي يقول انه هاتي الموجة على شكل WXY ممكن تكون هادي موجة اخيرة لنزول اخير على شكل ABC لانه هذا اكبر شوي من هذا التصحيح المهم نحن في منطقة حرب بين المشترين والبايعين ونحن استغلينا الفرصة من هنا تلاحظوا من قمة هذا الهبوط ولازمنا صابرين على هذا المنطقة لنرى لربما يتغلب البايعين الان الان اذا نظرنا الى بنية الموجة الهبطة الاخيرة لانه هي التي نريد ان تكسر القاع نريد ان نكسر القاع لكي تكتميل بنية الموجة الهبطة كلها من الأعلى الى من سعر هذه الموجة من سعر 31,817 الى 25,667 نريد ان تكتميل البنية ولكي تكتميل البنية يجب ان يتم كسر القاع لكن مع كسر القاع يجب أن تكتمل بنية هذا الموج الهابطة ولكن تكتمل بنية الموج الهابطة أحتاج إلى تصحيح هنا وعندما حللنا يوم أمس قلنا أو هذا أيام قلنا WXY وقلنا نتبه سيكون لك XZ وبالفعل حدث الآن قلنا نتبه نريد تصحيحا كبيرا للنزول ورعينا أن هناك زيادة في الزخم والآن بدأ ينزل السعر بطريقة متدبديبة قلنا نتبه إذا نزل السعر وكسر هذا القاع وهو مستور 25328 قد نحصل فقط على نموذج اسمه Running Flat أو حتى Expanding Flat لنزول آخر إذا لكي أبحث عن النزول أحتاج أن أحصل على هذا النموذج أولا إذا سواء Running أو Expanding أو حتى Regular إذا نزلت لهذه الموجة بطريقة متدبديبة 15 دقيقة حتى نرى أكثر لاحظوا هذه الموجة هي نزلة بطريقة متدبديبة ليست نزلة بطريقة قوية ليست نزلة بطريقة قوية هذا يقول لي أنها ربما تكون هي الموجة بي هذه الموجة القوية الأولى لاحظوا الموجة الأولى ذلك التصحيح الكبير لاحظوا هذه الموجة كيف هي لاحظوا هذه ليست قوية لاحظوا كيف هي نزلة إذا استمرت بهذا النزول وكسرت القاع سنبحث عن تقفيلي ليأتي الموجة فقط هنا وبعد ذلك نبحث عن البيع من هنا لكسر القاع هذا القاع فقط لا أقل ولا أكثر لكن إذا بدأ التنزيل ولكنها لم تكسر هذا القاع هذا القاع لم تكسر هذا القاع ورجعت وصعدت كسرات القمة ورجعت وصعدت كسرات القمة هذا نموذج ما يسموه هذا نموذج؟ نموذج الـ regular flat للنزول كذلك إذن كذلك هناك السيناريو آخر هو نزول لكسر القاع ثم صعود لكسر القمة وهذا كذلك نموذج اسمه لنزول إذن كل هذه السيناريوات يليل نزول إلا في حالة واحدة أي حالة الصعود الآن أصبحت لدي الموجة الأولى إياه هنا كل يأتي موجة واحدة إذن إذا أردت البحث عن الصعود إذا أردت البحث عن الصعود كل ما يحتاجه كل ما يحتاجه لكي يبحث عن أن الصعود في أتي في أتي الموجة هو زيادة في الزخم إذن إذا أردت نفترض أن البيتكون عادة بقوة وتجاوز الآن الآن وتجاوز مستوى 26400 دولار صعد بقوة وتجاوزه وبدأ يصحح هذا يقول لي صعود لكن إلى أين فقط إلى كسريعة القمة لا أكثر ولا أقل فقط إلى هذا المنطقة 2838 لأنه بعدها مرشح لكي ينزل مرة أخرى إذن الآن السيناريو الأكثر أو الأكبر بنسبة لي أنا هو يجب أن أن تظهر لكي أرى تصحيحا في هذا المنطقة كيفما كان هذا التصحيح regular contracting running expanding لا مشكلة إذا حدث هذا التصحيح هو للبيع إذا حدث هذا التصحيح هو للبيع يعني سواء استمر في النزول سنبحث عن صعود ثم نزول إذا بدأ يصعد من هنا سنبحث عن النزول من هنا إلا في حالة واحدة التي لنبحث عن النزول إذا طار بقوة وزد في الزخمة بدأ يصحيح هذا للشراء لا تنسوا أن البنية الكبيرة بنية الكبيرة تقول أن هذا نموذج تقول أن هذا نموذج regular للنزول هذا هذا نموذج الراية regular للنزول وقد حدرناكم من هذا الصعود وقلنا أنتبهوا هذا فقط تلعب هذا فقط تلعب إذا الآن عندكم لاتي موجة واحدة ونحتاج إلى موجة أخيرة بعد أن يكتمل هذا التصحيح موجة أخيرة وبعدها سنرى نزل وزد في الزخمة ممتاز سنستمر في النزول إذا حصلنا على موجة دافعة قوية لاحظوا هنا موجة دافعة تصحيح موجة دافعة نزل ثم بعد ذلك حصلنا على موجة دافعة قوية ثم تصحيح في منطقة تمركز الأموال نفس الشيء إذا نزل ثم عاد بموجة قوية تصحيح في منطقة تمركز الأموال هذا للشراء لكسر القيم على الأقل كسر القيم هدف أول هدف أول ثم الهدف الثاني هو 40 أف دولار ثم 56 أف دولار إذا وتيحة فرصة لكن الآن طالما عندي زيادة في الزخم البيعي أي صعود هو للنزول إلا يعني إذا تغيرت البنية حتى لو صعد زيادة في الزخم وصحح هذا للشراء لكسر القيم ربما يعود ثم يسعد يكون تصحيح أكبر تعقيد لنزول لأن الموجة الدافعة الأساسية هي هابطة يا هابطة إذن الآن نحن في حرب بيتكون في حرب بين المشترين والبيعين لحد الساعة البيعين هم الأقوية لحد الساعة البيعين هم الأقوية لأنهم هم لزيد فيهم الزخم حيث هنا المشترين كان هناك نقص في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة نقص في الزخم لذلك أخذ البيعين بزمام الأمور ولحد الساعة هم واخدين بزمام الأمور لحد الساعة هم واخدين بزمام الأمور أوكي والنرى الذي سيحدث إن شاء الله في المستقبل لكن هذا هو تحليلنا اليوم نحن في حرب يجب أن ننتظر أعطيتكم كل السيناريوهات إذا حصلنا على تصحيح هنا هو للنزول هذا التصحيح الآن غير مكتمل نحتاج إلى موجة أخيرة هذا التصحيح غير مكتمل في موجة أولى وفي موجة تانية متدبديبة أحتاج إلى موجة أخرى قبل أي شيء للصعود أحتاج إلى زيادة في الزخم ثم تصحيح للبحث عن الصعود لكن فقط لعدم قمة البيع هو لكسر هذا القهر فقط كهدف أول إذن أنا هدفي الأول هو كسر هذا القهر مع شرط أن تكون موجة مكتملة سأخرج بخمسين بالمئة وأترك خمسين بالمئة إذا كسر ببنية مكتملة كذلك إذا كسر ببنية غير مكتملة سأبقى لنأخذ الخمسين بالمئة يعني نفترض أنه كسر الآن هكذا هذه بنية غير مكتملة نحتاج إلى تقفيل هذه الموجة هنا ثم نزول أخير وهنا في هذا النزول الذي سأكثر سأخذ خمسين بالمئة وأترك خمسين بالمئة إذن على حسب بنية هذا الموجه كذلك. مهم هذه امور شوي اكتر تعقيد. المهم انه اتمنى ان يكسر لهذا. لقاء لك اخذها خمسين بالمئة. كنا اخذنا خمسة وسبعين بالمئة. خمسة وسبعين بالمئة هنا. وبقية خمسة وعشرين بالمئة هي هاته. سناخذ منها خمسين بالمئة عندك اصر اللقاء. وانترك خمسين بالمئة لربما ينزل سرع لمستوى 18261 دولار. اذا هذا هو تحليل البيتكوين اليوم. اتمنى لكم تستفيدون من هذه الفيديوهات. ان كنتم كذلك فجروا لايكات. اضعوا تعليقاتكم اسفل الفيديو. لا تنسوا اذا اردتم احتراف تداول هذا والعرض المناسب. من اخباتي. اه الرابط هو مثبت في تعليقات هذا الفيديو والرابط. وفي صندوق الواس كذلك لهذا الوجه هو الرابط. تضغط عليه تتواصل مع اي مباشر على الخاص. انا الذي يجاوبك. وتبدأ رحيتك نحو الخمسة من الربيحين. وتبدأ عيدا عن الخمسة وتسلم من الخسرين. لا تنسوا. انا اتفنا و أتلينكم. انا العلم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.